بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله بالعزات والله بالصف الأول الثانوي نجمع مدارس جين المستقبل الأهلية أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفيزياء اليوم يا أحباب إن شاء الله هنتكلم عن حركة الكواكب والجاهذنية حركة الكواكب والجاهذنية أول شيء نتعرف على النهاردة وهو القانون الأول لكبلر القانون الأول لكبلر حركة الكواكب والجاهذنية عندي ثلاثة قوانين لكبلر أول شيء هذا عالم اختص في علم الفلك والأجرام السماوية عالم كبلر طيب استخدم بعض الأدوات التي تستخدم في أبحاث علم الفلك والأشياء كان من ضمنها اللي هو ليه التلسكوب طيب لنص القانون الأول لكبلر على أن مدارات الكواكب إنليجية مدارات الكواكب إهليجية طبعاً عندي فيه مدارات دائرية أما المدار الإهليجي بياخد الشكل دا كيه بكله بقرتين بقرة هنا وبقرة هنا دا الشكل الإهليجي أما دا شكل دائر واضح أول بياخد الشكل دا ليه سنتر بس أما المدار الإهليجي بياخد نفس دا الشكل اللي إحنا شايفينه التانية دا يبقى إذن نص القانون الأول لكبلر على أن المدارات مدارات الكواكب تكون مدارات إهليجية وتكون الشمس في إحدى البورتين وتكون الشمس في إحدى البورتين وهنشوف الكلام دا إن شاء الله في الشكل اللي هو أمامنا دا اللي هو الشكل سبعة اتنين دا مدار إهليجي هو مدار اللي احنا شايفينه دا مدار إهليجي الكواكب بتدور حول الشمس في مدارات إهليجية والمدار الإهليجي زي ما قلت بقى ليه بغرتين هوا دي بقرة ودي بقرة وتكون الشمس في إحدى البورتين يعني الشمس يهم هنا يهم هنا بالنسبة للمدار الإهليجي طيب الكواكب بتدور حول الشمس زي ما قلنا هوت في مدار إهليجي وتكون الشمس في إحدى البورتين وهذا هو نص القانون الأول لكبلة يبقى الشكل سبعة اتنين تدور الكواكب حول الشمس في مدارات إهليجية وتكون الشمس في إحدى البورتين ننتقل بعد ذلك إلى القانون الثاني لكبلة يقص على أن الخط الوهمي من الشمس إلى الكواكب أو إلى الكوكب يمسح مساحات متساوية في أزمنة متساوية كما في الشكل سبعة تلاتة زي ما حيش شايفين ديه يعني الخط الوهمي من الشمس إلى الكوكب يقطع مساحات متساوية في أزمنة متساوية إذن يتحرك الكوكب بأكثر سرعة عندما يكون قريبا من الشمس ويتحرك أبطع عندما يكون بعيدا عن الشمس ويمسح مساحات متساوية في أزمنة متساوية وهذا هو نص الكانون الثاني لكبلة ينص على أن الخط الوهمي من الشمس إلى الكوكب يمسح مساحات متساوية في أزمنة متساوية كما في الشكل سبعة تلاتة زي ما حيش شايفينه كما هوت أدي الشمس وأدي الكواكب هي المساحات بتاعت الخطوط الوهمية دي بتكون متساوية في الأزمنة المتساوية طيب ننتقل بعد ذلك إلى القانون الثاني لكبلة ينص على إيه؟ على أن مربع النسبة بين زمنين دوريين لكوكبين حول الشمس يساوي مكعب النسبة بين متوسطين بعدهما عن الشمس يعني مربع النسبة بين زمنين دوريين لكوكبين يدورون حول الشمس يساوي مكعب النسبة بين متوسطين بعدهما عن الشمس بإذن R A متوسط بعد الكوكب A عن الشمس وR B هو متوسط بعد الكوكب B عن الشمس وT A اللي هو الزمن بالنسبة للكوكب A وT B اللي هو زمن دوران الكوكب حول الشمس وT B اللي هو زمن دوران الكوكب B حول الشمس يبقى إذن القانون الثالث لكبلة صغر ريالية بتاعته T A B T B لكل تربيع مساوي R A B R B لكل تكاين يبقى إذن هذا هو نص القانون الثالث لكبرة وإلى أغاني أحباب منكم قد انتهينا من درس هذا اليوم ولفايز تفسار إن شاء الله بنتابع معكم من خلال مرسة مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية دمتم في رعاة الله وحفظه